لأن الخلق والإبداع بيتطلب والطموح والأفكار الجديدة إضافة لكثير من العناصر الشبابية سزار عمر المخرج الشب ابن الواحدة وعشرين سنة عشرين سنة عشرين سنة أنا زلتهم سنة إن شاء الله بيدال عمرك مديد وطويل شكرا ضيفنا لحتى يحكي عن طموحاته لحتى يخبرنا عن سنواته بالجامعة عن حلمه إنه يكون مخرج كبير وهو عم بيطلع على السلم درجة درجة لنحكي عن المجلة اللي نشرة على صفحات التواصل على الانترنت مود ماجازين بعمر الثمنتاش قديش ولا كمان غلطاني في هذا العمر لا مظبوط هذا العمر صباح الخير سزار صباح الخير إليك ولا كل المستمعين اللي عاب يسمعونا اليوم سزار يعني شي لفت إنه شاب بعمر الثمنتاشر سنة هل قدي يكون عنده طموح ومود ماجازين هالمجلة اللي انتشرت كتير يعني بالمنطقة العربية وخصوصا إنه لما بتكون على شبكة التواصل بيصير فيه تقارب أكتر بينك وبين العالم خبرنا كيف إجت فكرة إنه أنت تطلع بي هالمجلة وبعدين من أمتى كنت حيب إنك أنت تروح على سلك الإخراج هلوا بهذه سلك الإخراج سلك الإخراج فكرة مود ماجازين انطلقت فيها من خلال متابعة للفيسبوك مثل أي مواطن بالعالم عندي بيج طبيعيتي على الفيسبوك ودايما بتطلع على أهم الأخبار نعم فدايما بتلاحظة إنه آخر فترة قويت لتويتر الفيسبوك أغلب الصحافة لجأت لتكون صحافة إلكترونية يكون عندها وابسايت نعم فطلعت بفكرة قلت لي ما بعمل شي مختلف يكون فني ومهضوم ما بنقذ فيه غيرنا يعني تكون صحافة كلاسيك بنعمل إنترفيوات خفيفة مع أخبار صغيرة عن الفنانين حبيت أطلق مجلة مود ماجازين حط فيها عدة أخبار صغيرة مع إنترفيو مرتبة مع كفر نشتغل على كالرز ونعمل هذا الجروب حبينا تكون تجربة والحمد لله أول عدد كان علي عدد منيح من العالم اللي عبتقرأ و عبتتابعه وانطلقنا فيها للمجلة بشكل شهري تقريبا ودايما كان إلى متابعين يعني عكل حال كمان كونك بتصدرها هيك على شبكات التواصل وأنت إلك علاقة بالصورة وبالألوان قديش هيدا الشي بيشجعك وبيعطيك رؤية بعيدة لأحلامك وطموحاتك كيف بدك تكون الصورة المستقبلية اللي بدك ترسمها السيزار مزبوط هو أهم شي كان التركيز على الصورة طبعية المجلة وما بدنا ننسى أنه في رابط بيننا بين اسمنا وبين المجلة يعني كيف نظهرها كمان مرتبط هيدا الشي باسمنا فكان لكل كاركتر من الفنانين أو من الأشخاص اللي كانوا على الكفر طبعولنا ستايل خاص فيهم مود بالأحرى خاص فيهم فهيدا هو كان السبب أنه أهم شي نعمل طريقة كتير حلوة لحتى تكون ملفتي للنظر لأنه مش أي حدا رح يفوت يتابع أو يقرأ موضوع غير إذا لفتتوا الصورة بالأول صحي صحي دائما هي الصورة هي اللي بتجذبك دائما بتاخد النظر وبتخلي الاستماع بعدين يجي والمتابعة أكتر صح سيزار خلال سنواتك الدراسية بالجامعة قديش مود ماجازين ساعدتك وقديش أخدت من وقتك وقديش هلأ بعدك حابب أنك تستمر فيها ويظل اسم سيزار عمر معلم على المجلات الإلكترونية هي مود ماجازين إلى الفضل كتير كبير علي لأنه ساعدت اسمي ينتشر بالوسط الفني بشكل كتير سريع يعني بزرف نحنا سنتين قدرنا أنه ننتشر كتير بين الفنانين وصار في كتير ناس تسمع فينا وصار في كتير ناس تعزمنا على الإفنت طب غولة من افتتاح موفيز وكوفرز للألبوم سطب غولون مود ماجازين ساعدت اسمي كتير كتير بشكل كبير انه ينتشر وهذا السبب اللي خلاني يفوت أكتر على مجال الإخراج بعد ما فت على الإخراج كنت عاطيها كل وقت هون صرت بمطرح انه حبيت بمطرح انقسمي شوية عن المجلة لانه مثل ما بتعرفي صعبة انه تكوني مرتبطة باسمين انه الناس بتصير تضيع اذا انت صحافي او اذا انت مخرجي او مصوري فوتوغرافية فهذا السبب اللي خلاني ابعد هلأ شوية عن مود ماجازين مع انهم كلهم صاروا هلأ عم بيحملوا اكتر من بطيخة بيديه انه مهم ما يتفقشوا مظبوط سيزار امت حسيت انه حبيت يمكن ده السؤال تقليدي بيكون بس في كتير اشخاص بيبلشوا من عمر صغير انه يكون عندهم حلم وهدف وبيقولوا بكريلا بس يكبر بيغير رأيه ولكن بضل هالفكرة وهالهدف وهالطموح هو اللي اللي على الان براسه وبده ينافزه وبده يحققه من امت حبيت انت انك تدخل بعالم الاخراج وشو اللي بهرك لحتى تقول انا بالمستقبل بدي يكون مخرج هلأ هو بتعرف انه الواحد بيبلش من هو صغير يفوت بهذا الجو يعني من انا وصغير كان عندي هواية الرسم وكنت ارسم دايما اشياء شو ما اشوف قدامي حاول ارسمه وانصحوا على الورق قدامي بعدين لما كنت صغير كان اول مبلغ بجمعه من المال يعني من من تجمعات هيك يومية قدرت صح قدرت يكون عندي اشتري كاميرا كانت عقيم النيجاتيف كانت ستة وثلاثين صورة قدرت انه جمع هيدا المبلغ لاشتري هاي الكاميرا وبلش الطقت الصور يلي بحبهم وضلل لذكرتي فمن هيدا الفترة بلشت اكتر اتحمس على هيدا المجال فوت اكتر بمجال التصوير اطلع اكتر على هيدا المجال وكتير عالم من حاولي يشجعوني انه ليه ما بتفوت تدرس اخراج ليه ما بتفوت تتعلم التصوير لانه انت شغلة بتحبها شغلة بتتحمس لها نعم فاخدت بعين الاعتبار هيدا الشي وحبيت انتسب للاكاديمي تبعيتي اللي تعلمت فيها على مدى ثلاث سنين نعم ولقيت نفسي يعني بهيدا المجال يعني حررتك خارج اكاديمية العلوم السينمائية والمسرحية والمسرحية صحيح وين موقعها هي بسن الفيل نعم طيب سيزار سنوات الدراسة عندك لحتى تكون هيك تتخرج وتحمل شهادة المخرج هي كم سنة اربع سنوات هي تلات سنين نعم تلات سنين من الشغل اليوم بيكون من المتابعة مع الاسادزي اول سنة بتكون ترينينج لكل شي من مسرح من ادارة كاميرات ادارة ممثل بتكون ضامنة كل شي المونتاج وبعدين بالسنة التانية بيحضر الطالب هو شو حابب يكون بيلتحق بالتنين سوى كتمثيل واخراج او كتمثيل او بس اخراج على الحل انا كان عندي الحشرية انو يكون منتسب للمجالين التمثيل والاخراج يعني كمان اختبرت انك تاخد عادة لما بيكون عم تدرس مفروضة لك انو يكون كمان تمثل على المسرح يعني هيدا الزامي لكل طالب بده يدرس حتى لو كان اخراج تليفيزيوني او اخراج مسرحي اكيدة اكيدة هيدا الشي هو كان ينطلبوا منها الاستاذ بفترة المسرح انو نكون نحنا عم نخرج كسين على المسرح نكون من اخراجنا بنفس الوقت بنا نتبادل مع طلاب تانين انو نحنا نكون عم نمثل هن يكونوا عم بيكونوا بالاخراج المسرحي نعم طيب سيزار بي هالثلاث سنين كان عندك ثلاث افلام صح ويعني من بداية اول فيلم اخرجته لحد ما اخدنا فيلم التخرج اللي منقلك مبروكسر ايلك اسبوعين شكرا مخرج طازة موظبوط بقى خبرنا عن هاللمراحل ولما بتقعد بتتفرج على افلامك سيزار انت هيك اول فيلم وتاني فيلم وتالت فيلم بتنبسط بتقول ولا برافو سيزار يعني كنت انت باول سنة عملت هون هادول اشياء حلوة او كل واحد منا بيقعد بيضحك على اشياء عاملة يعني يشوفها بده تصحيح بس بتنبتكون قريبة ومهضومة خبرنا عن هالها هيكي الخبرة الصغيرة يا متل ما بتعرفي انت انو الواحد لما يبلش فرست ستابس بدي يكونوا انو اكيد ما ما رح يكونوا بيور بروفشنل وطلعين هالصورة الحلوة اكيد بتلاقي فيها كتير كتير اخطاء بين اول فيلم وتالت فيلم يعني بحترفوا ليه لك هون اللي عملت هيك لهذا الكادر اخده هيك بصير لاحظ اخطاء انو لا لو هلأ عبصوره كان اكيد طلعها بطريقة مختلفة فهيدا الحلو انو باول عمل لاخر عمل وبالاعمال الجاية انو كل عمل بيترك لك طابع يعلمك منه يعني انت بتحس حالك بالمستقبل رح تكون مثلا في كتير اشخاص بيقولوا انا بعمل الشغل بس ما بحب ارجع شوفه بتحس انو لأ حشريتك بتخليك انك ترجع تشوف وتتابع يعني لتعمل فولو اوب على شغلك شوف شو بدك تصلح شو بدك تزيد تغير اكيدا هيدا الشي تطوير للذات يعني بدك تطلع تشوف وين اخطائك لحتى تحسني كرمال ما ترجع تقع بالخطأ مرة تانية طب سيزار هالافلام اللي اخرجتها يعني كل فيلم عن شو كان عم بيحكي شو هني عن شو كل قصة كانت عندك اول فيلم كان اسم حدود الحب كان بيحكي عن قصة ربة منزل ربة قصر بالاحرى عندها كتير من المال وولدتها فرقة الحياة بتنغرم بالنطور عندها بالقصر وبتدور بيناتهم قصة حب وبيرجع حبيبة القديم يلي كان تركها وسافر لحتى جمع المال وهو عنده كتير مال كان لما بيرجع بتقله انه لأ انا فضلت غيرك وبيصير بيقدل بيناتهم لخلاف كتير كبير وهذا الخلاف بينشق عن قتل هذا الشخص الثاني اللي هو النطور بهذا القصر وبيرجع بيقتل حبيبته وبيغادر المكان اسمه حلو حدود الحب له حدود الحب ما هذا هو انه ما قال حدود حدود هو الموت كان لحتى تفارق هذه القصة الحياة القصة الثانية كان اسمها بتحمل عنوان السلطة الرابعة هذا له علاقة بالصحافة بالصحافة مية بالمية كانت هيدا القصة بتدور حول صحافية كانت مالعة جديدة تعرفت على فنان وهو سعدة لحتى تنطلق ويكون عنده برنامج إزاعي الأقوى بالمنطقة او باللبنان بالأحرى منما سبب لخلافات بينه وتنصر كل ما يخبره هو خبرية تقوله على الهواء لانه هو فنان وكتير معروف سبب هيدا الشيء لخلاف بينه وبين مدير أعماله هذا مشهد شفته كمان انه لما هيك بتخبره شيء وهي بتكون live بالستوديو بتكون عنده بالإزاعة بيكون عنده برنامج بالإزاعة وبتعلن الخبر مظبوط تعلن الخبر وهيدا الشيء بيؤدي لمشكل بينه وبين مدير أعماله يعني هون عم بتحكي قديش أوقات ما في مجالس بالأمانات صح صح انه هيدا كان اتصال من صديق لصديقة هي أخدتها من فنان عم بيسرخ خبر لصحافة يعني عم تعمل سكوب هي وهيدا يمكن فينا نقول سكوب وفينا نقول انه هيدا الصحافة الصفرة اللي بيقولوا عنها اللي بس بهمة تلطقت الأخبار وما بتفكر بسلبيتها وسيئتها على الآخرين وخصوصية للشخص التاني طبعا فبعد هيدا المشكل صارت تطلق إشعاعات على مدير أعماله وتشوه صورته للفنان وتنشر كتير أسرار كانت بينه وبينه وبالآخر هو كزوق منه وطلع معه بإزاعه ووصل الميسج بطريقة كتير نظيفة انه انت غلطت كتير معي بس أنا بسامحك وبيختم الاتصال هون وهي بتبكي هذا كان يعني خلت أتحس بالزنج خلت أتحس بالزنج هوني بين هللين يعني فينا نحكي عن مود ماجازين هل كانت مود ماجازين بتتبع الصحافة الصفرة ولا هيك يعني بهم ما تنبش الأخبار حتى لو كانت بتقذي الشخص ولا لا نعمل نحنا سكوب ولا هيدا الاتجاه ما رحت له هيدا الاتجاه الحمد لله ما رحت له لأنه بتعرفي على مدى السنتين كان عندي كتير علاقات مع كتير أشخاص إذا كل شخص بدي يقعد معه يعطيني شوي من أسرار وروح أنشرها هيدا الشي ما رح يود لأي علاقة بينه وبينه يعني رح يبطل في سقة بيناتنا على مدى هيدا السنتين الحمد لله مع كل الأشخاص اللي حكيتهم واللي يعطوني كتير من أسرار إن كان ممثلين أو فنانين حفظت على هيدا البرايفيسي هيدا الشي خلى العلاقة تستمر لحد اليوم فنحن لأ من أول ما قلت لك أنه كانت مجلة كلاسيك ونحكي أخبار كتير نضيفة أخبار عن الشغل بس ما منفوت بالحياة لكل حال لازم تضلك مكمل فيها لهالمجلة سيزار لأنه هذا كمان بيعطيك دعم ودفع لألك بشغلك لأنه بيطلقك كمان بالمحيط العربي وبتعرف الناس عليك ومش غلط أنه أنت تكون فوتوغرافر ومخرج وكمان بتحب الصحافة ما أنه غلط أبدا لأنه صاروا الأشخاص هيك بيوزعوا نشاطاتهم طالما أنت عم تعمل شي فن راقي سيزار نحن وقلنا حدود الحب السلطة الرابعة والفيلم الثالث فيلم الثالث اللي هو عنده نكحة كتير خاصة هلأ هو على البالكون على البالكون حلو شو فيه على البالكون خبرنا شو بدي خبرك عن البالكون كاوير السايرة على البالكون هو فكرته أجت من خلال عدة أفكار جمعت براسك هو يكون مشروع التخرج طبعي حاولت ميز فكرة عن فكرة لحتى إجمعها ويكون الفيلم طبعي النهائي لهذه السنة تبعيتي قلت أنه حرام أظلم فكرة على حساب فكرة لايما بعملها قصة حلوة شعبية يكون فيها شوية من الفكاهة جمعتهم بحي واحد حطيت كل الأفكار اللي كان بدي إياها وسميتوا على البالكون لاي على البالكون لأنه الكاركتر الأصلي اللي هو الفيلم اللي هي بطلتني في نشحادة دورة بالفيلم اسمه ناتاليا هي كاركتر بيقض على قدام البيت طبعا وبترقب اللي رايح واللي راجع وعلى أسرار على أقلق كل نهار ليش ما بتحطوا كاركتر رجال مثلا رجال بحبوا يتحشر ويحكوا أكتر يعني دائما عم بتحطوا المرأة بهذا الإطار الثرثرة بس رجال بحبوا كتير الثرثرة بس ما تنسي نحن أنصفنا المرأة بآخر الفيلم وصلنا مسج عن التعنيف الأسري اللي هلأ هو كتير عم يتوارد بالعالم العربي بالأخص وخاصة باللبنان فحبت أنه يكون في هادي اللفتة اللي كتير مهمة أن يكون في تدوائي على هادي الموضوع العنف الأسري مش كل شخص مظهر ومرتب من بره احتمال يكون تصرفاتي من جوة كمان نضيفة مظبوط فضوينا على هادي الموضوع وانقلرات بالبارتو للفيلم على البلكون رح نفوت أكتر بهادي التفاصيل بتحضر جزء تاني لقلو مظبوط هو هادي كان البارتوان اللي هو انتروداكشن عن كل الفيلم وانقلرات بالبارتو رح يكون فيه أكتر تدوية على هالحالة تبعيتها ناضية اللي كانت بطلتها تومة فرحات عن العنف الأسري نعم سيزار هالأفلام الثلاثة يعني لما تطلع فيهم وبتتبعهم بتقول حتى لو فيه محلات نقاط ضعف بس حلو أنه الشباب يشوفون يحضرون ليش ما بتنزلون مثلا على الانترنت حتى يكون فيه عندك فيورز أكتر متابعين أكتر ويتعرفوا على شغلك ومش غلط أنه المراحل اللي عم تتنقل فيها خلال سنين دراستك ولا تخرجك وبعد هنا بالمستقبل كتير حلو أنه كمان بتشجع الشباب اللي عندهم طموح ليروحوا صوب الأخراج هو الفيلمين السلطة الرابعة وفيلم على البالكون كانوا منتشرين على اليوتيوب هني بمتداول أي حدا لحتى يشوفهم على اليوتيوب فيلم على البالكون أكتر عملت له تسويق على الفيسبوك ختامة مسك بقولة للمشوار التخرج كان علي كتير متابع وطلبت كتير من العالم يكون عندي فيدباك علي الحمد لله بعد ما انتشر بخلال أربعة أيام كتير إجاني من خلال تلميز متخرجة من جمعات كتير مهمة إن كان في لبنان أو خارج لبنان ومنهم بيكونوا درسين أخراج كتير إجاني ملاحظات كتير مهمة وأكيد بيأخذ فيها بعين الاعتبار وأكتر كانت قراءة للفيلم يعني كتير عالم فهمت هادي هادي لاش الصورة هيك من شو بدي يوصل هادي المسجد هذا حلو يعني يصير فيه نقاش نقاش حول حول الصورة حول الأنجلز اللي عم تاخدوها حول الفكرة حول الموضوع كيف عم بينطراح مزبوط مزبوط كتير إجاني كومتس كيف بلش الفيلم كيف انتهك الغموض اللي كان بنص الفيلم مش رح يصير بالأندينج والحمد الله أنه بعد ما قلوا لحد هلا رح يصلوا شجمع الفيلم على الانترنت على اليوتيوب لحد هلا بعد ما إيجاني ولا نقد سلبي جارح بالعكس حلو حلو إن شاء الله هيك دائما بتكون أعمالك سيزار حكينا عن سيزار المخرج سيزار يلي اقتحم عالم الصحافي كانت أول بدي لقلك قبل ما العالم تعرفك كمخرج وكمصور فوتوغرافي التمثيل كونك حبيت الاثنين واخدت الاثنين خبرنا رح نشوفك قريبا بشي أعمال تليفزيونية سينمائية رح يكون سيزار عمر مبلش البراتيك طبعوله بالتمثيل أول ما رحت لح حتى أسجل بالجمعة طبعيدي كانت حاطة التمثيل هدف هدف قدامي وخلص مش شايف غيره لأخراج ولا تصوير ولا شي بعد ما فت وتعلمت أكتر وتقربت أكتر لعالم الأخراج طلعت هيك عن بعيد كنظرة سطحية للموضوع أنه التمثيل أنه ما كتير من الممثليين عم بيقوا عبواجهوا صعوبات كتير بالحياة لأي أنا بدأ التحق بهذا المجال طلعت هيك بمطرح تاني أنه هذا شغف للفنان هذا لازم يكون بيترك بأن هي بصمة لإسم الشخص عملت استراتيجي عبتبعها هلأ أنه بلش انطلق بشي مطرح بشركة إنتاج أو بشي تلفزيون أو بأي عمل وبعدين بصير بلتحق بمجال التمثيل شوي شوي بصير بقدر أتقرب أكتر هلأ أنا كتمثيل أنه كنت ناجح بالأكاديمي كان دايما علامتي بالبي بلاس وطلوع اي بلاس فأكيد عندي عندي هذا الحب للتمثيل ونقل أراد لما تكون الفرصة المناسبة حتى يكون موجود بأي عمل أكيد ما رح أقول لأ نعم سيد زار نحنا منتمنى لك التوفيق وبانتظار كمان على البالكون ينتشر ونشوف الجزء الثاني ونشوف لك أعمال أكتر بتحس حالك سيد زار أنه بالمستقبل بتروح للإخراج السينمائي ولا بتفدل للإخراج التلفزيوني إياه بتحس بيطلقك أكتر هلأ مثل ما بتعرفي أنه كل مخرج هدفه بالحياة أنه يعمل فيلمه يكون الفيلم يلي بينعرض بالسينما ويكون عنده إقبال هو الفيلم الضج اللي بيعرف الناس عليه أنا كشخصيتي بحب أكتر الشغل التلفزيوني كمسلسلات بحس أنه عنده تحضير أكتر وبده شغل بسي أكيد كمخرج بيلاقي نفسه وبيشعر أنه عمل عملي كتير مهم هو الفيلم السينما فما عندي مشكل أنه بلش بالمسلسلات اللبنانية وارجع بعدين انتقل على الفيلم اللبناني إن شاء الله إن شاء الله نحنا عن قريب كمان منشوف لك هيك أعمالي كبيرة وناجحة لأنه أنتو الشباب نحنا منحب نتكل عليكم منحب نشوف الرؤية الجديدة والطموحات يلي أنتو عم تهدفو لها ورايحين لإلها وبالنهاية بدنا يكون تضلوا ببلدكم بدنا يكون تضلوا بلبنان لأن بدنا لبنان تحبوه أنتو بقلبه عايشين فيه مش من بره من الخارج إن شاء الله هلأ إن شاء الله الدولة كمان تسعى حلول أكتر يعني توسع لنا أكتر هذا النطاق حتى نقدر نحن نظلنا مستمرين وفي حال ما قدر تعملت شيء نحن مستمرين على الحل تاني على كل حال كمان يعني من خلال وجودك بده هيك يوجه تحية للنقاب تانية اللي عم بيجتمعوا لحتى بر كي بتتحلح اللقمور وبيصير في عنا نقابة واحدة والتحية الكبيرة للفنان عفيف شاية اللي هو اللي دعا لهذا اللقاء وإن شاء الله يا رب أنه يتوحد هيد النقابة وتصير هيد في بي صوت واحد إن شاء الله لتوصل الصوت للدولة ويشتغلوا على حقوق الممثلين إن شاء الله هيك يمكن كما بيكونوا متحدين أكتر وبيكونوا يقدروا يطالبوا بحقوق أكتر وما بيعود فيه مداربة مزبوط مخرجنا سيزار عمر المخرج الشاب سيزار عمر أنا بدي إلا كل توفيق وإن شاء الله يعني بالسنوات المقبلة بيلمع اسمك أكتر وبيكون عندك مستقبل باهر ومنشوفك على الشاشة وخلف الكاميرا إن شاء الله أنا بدي أتشكرك بدي أتشكر إزاعة لبناني اللي استقبلتني اليوم وعندي كم شكر أكيدة بالأول لأهلي يلي هني كانوا الداعم الأكبر ولكل الأشخاص يلي اشتغلوا معي بالفيلم نيفينش حادي تومة فرحات أدي بيتار باتريك داغر جيسي كيراكوس وفدوة كرداب وكان معي على دي أو بي كمدير تصوير علي عز الدين وعلى هندسة الصوت جوزيف طنوس وكان معي صديقي كفاح البليني كلهم بجعلهم تحية طبعاً كلكن عناصر شبابية نحنا بنبسط فيكن مزبوط أنه ما حدا عنده يمكن خبرة سابقة بلا كان في منهم عندهم خبرة في منهم درسين معي تمثيل ايه أنا بقصد أنه خبرة سابقة يعني أنه مش منطلقين كتير بعالم السينما أو بالعالم الفن صح كلكن بعدكن براعم عم بتشتغلوا عم بتقدمو لنا نتاج إن شاء الله كمان هيك هل نتاج بيكبار سيزار عمر شرفتنا بإزاعة لبنان وإن شاء الله بيكون نهارك موفق شكرا وأيامك كله نجاح شكرا لك رولا أهلا وسهلا فيك شو واسق بي حقلو وشو قلبه قوي وقلبي من جاملو ودايب مستوي كانت صارت كانت صارت صارت